خلينا نبدأ بمباراة النادي الأهلي والمصري في يعني برج العرب الإسكندرية في التاسعة ونصف مساء السبت لها ليمكن عمل تمرينة مهمة جداً ثم بعد ذلك سافرت البئسة إلى الإسكندرية للمبيد بها استعداداً لهذه المباراة مفاجآت موسماني مستمرة في التشكيل استبعادات هنتكلم عليها وأسبابها إيه كابتن سيد عبد الحفيز مدير القرى عمل جلسة تحفيزية أعتقد هيكون لها كلمة السر في فوز الآله على المصر البرسعيدي كابتن سيد عبد الحفيز مدير القرى اجتمع مع اللعيبة وتحدث معهم عن أهمية لقاء المصر البرسعيدي مع جماهير النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز مدير القرى طالب اللعيبة بالتركيز وطالبهم بإحراز أهداف مبكرة وتأمين الفوز مبكر علشان يبفيه أريحية للعيبة ما يكونش فيه ضغط عصبي ونفسي وبدني على اللعيبة كابتن سيد عبد الحفيز طالبهم اعتبار مباراة المصري مباراة كؤوس الفوز بها من أجل غلق ملف الدور العام والتركيز لمباراتي الرجاء في البطولة الأفريقية المباراتين في منتهى الصعوبة وهنا خلينا نستغل هذه الفرصة ونوجه الشكر لربطة الأندية المحترفة قرار كان في منتهى الاحترام قرار في مراعاة للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية سوى بتتكلم على الأهلي أو بيرامدز أو المصري لو بنتكلم على النادي الأهلي ربطة الأندية أعلن تأجيل مباراة الأهلي أمام إسترن كامبني اللي كان مقرر إقامة يوم السلساء المقبل بالإضافة لتأجيل طبعا مباراة إنبي كمان مع الأهلي اللي كان مقرر إقامة يوم 19 إبريل وبالتالي الأهلي عنده مباراة السبت مع المصر البورسعيدي وخلاص يروح بعدها لمباراتي الرجاء المغربي في دور رابطة الأبطال الأفريقية اللي الكل إن شاء الله بينتظر مباراتين هيبوا في منتهى الصعوبة الزهاب يعني والعودة سوى في القاهرة في ملعب الأهلوي السلام أو حتى بتتكلم العودة من وجهة نظري مباراتين في منتهى الصعوبة الأهلي والرجاء ليه؟ لأن فريق رجاء من الفرق اللي وقف على حيلها كويس فرق عارفة بتعمل إيه؟ فرق رجاء عندها مدير فني كويس متابعين النادي الأهلي بشكل كويس عارفين قوة النادي الأهلي بشكل كويس بالمناسبة فريق رجاء المغرب هيصل الأربعاء القادم استعداداً لمبارات النادي الأهلي وبالتالي يعني خلاص مباراتي الأهلي والرجاء عاملين اهتمام سواء في الصحافة المصرية أو في الصحافة المغربية بمنتهى الأمانة يعني فنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراتي الأهلي والرجاء لأن زي ما أنا بقول المباراتين هتبقى فيها صعوبة 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 مش مطشين سهلين أبداً وزي ما احنا وضحنا بالأمس بيان النادي الأهلي وأنه طالب بالساعة الكاملة لملعب الأهلي والسلام في مباراته الزهاب إن شاء الله يوم 16 إبريل الجاري طالب وزير الشباب والرياضة أنه يقوم بدوره دوره كوزير الشباب والرياضة ومسؤول عن الرياضة المصرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة إن حضور كامل العدد بإذن الله وزي ما الأستاذ عبد الناصر زدان انفرض إن شاء الله 30 أو 35 ألف متفرج هيكونوا موجودين في مدرجات ملعب الأهلي والسلام وإن كان حتى هذه اللحظة الأهلي لم يعلن الأمر بشفر لكن الجميل برجع تاني القرارات الربطة تأجيل مباريات الأهلي والمصري وبيرامدز للمبارات الأفريقية تاني تم تأجيل مباراتي الجولة الـ 14 والـ 15 لصالح الأهلي وبيرامدز والمصري لأن دول اللي بيشاركوا في البطولات الأفريقية الأهلي كان عنده 12 إبريل تأجل كمان الأهلي كان عنده مبارات NB 19 إبريل تأجلت بيرامدز كان عنده مبارات سموحة 13 إبريل برضو تأجلت وبيرامدز كان عنده فيوتشر يوم 20 إبريل تأجل فريل مصري البرسعيدي كان عنده الإسماعيلي 13 إبريل تأجل والبنك الأهلي كان مع المصري برضو يوم 22 إبريل تأجل وهيتم تحديد المواجهات دي في موعد لاحق وبالتالي حاجة محترمة جدا من ربطة الأندية تعظيم سلام لهذا القرار فكويس ده بيدي فرصة للأهل يستعد بشكل كويس لرجاء البيضاء المغربي يستعد بشكل كويس لفريمة زيمبي المصر البورسعيدي يستعد بشكل كويس لنهض البركان المغربي كل في الكونفدرالية كل دي أمور كويسة للأندية المصرية ودعم محترم للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية طيب نرجع للنادي الأهلي تاني وقلت لكم جلسة الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة كانت كويسة جدا في المران ما قبل المران موسماني كعته محاضرة فنية تكلم فيها عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيرامد ثم أعلن القائمة وده مهم بقى أن أنا أتكلم على قيمة موسماني وقيمة النادي الأهلي لمواجهة المصري في الدوري العام منور يا أستاذ بدر حسان هتكلم على قيمة الأهلي وقال لكم المستبعدين وأسباب المستبعدين طيب في حراسة المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير خط الدفاع موجود ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم محمود متولي أيمن أشرف كريم فؤاد علي معلول ومحمد أشرف الصاعد خط الوسط بيتواجد أليو ديانج السولية مجدي أفشا أحمد عبد القادر الصاعد زياد طارق الصاعد محمد فخري حسين الشحات مكسيوني بيرسيتاو وفي الهجوم حسام حسن ومحمد شري إذن لو بصينا يا جماعة في التشكيلة الناس تقول لي حمد فتحي فين يا مستقر أقول لكم بقى المستبعدين وأسباب الاستبعادات حمد فتحي تم استبعاده لأنه شعر بألام زي ما أنا بقول كده في الحرب إذن سبب استبعاد حمد فتحي من مباراة المصري البرسائي دي مش لأسباب فنية حمد فتحي شعر ما بعد مباراة الاتحاد السكندري بألام في الحوض ولذلك تم استبعاده من مباراة المصري وقرحته علشان يبقى جهز بإذن الله لمباراة الرجاء طيب في نفس الوقت في نفس الوقت برضو محمود وحيد تم استبعاده وسبب استبعاد محمود وحيد لأنه شعر بثقل في العضلة الخلفية زي ما الدكتور رحمد أبو عبل قال لنا إجهاد في العضلة الخلفية وبالتالي تم استبعاد محمود وحيد لا دا احنا تعالى بقى نرس كده 14 لاعب خارج حسابات النادي الاهلي مين هما بقى طبعا طبعا فيه إصابات زي رامي ربيعة بدر بنون محمد هاني أخرم توفيق عمر حمدي صلاح محسن كل دول مصابين كمان وليد سليمان لا أسباب فنية وإحنا قلنا وليد سليمان خلاص يعني بيقترب من مشوار اللي أعتزال بدايته نهاية الموسم فهو خلاص يعني بالإضافة طبعا لاستبعاد أحمد نبيل كوكا وحمز علاء وسيد غريب أنا وضحت حمدي فاتحي مستبعد إصابة محمود وحيد إصابة طاهر محمد طاهر كمان تم استبعاده لأنه كان فيه كدمة في الرجبة ما قبل مباراة الاتحاد ما بعد مباراة الاتحاد شعر بألام برضو فتم استبعاده ده سبب استبعاد طاهر محمد طاهر بالإضافة لاستبعاد محمد محمود إذن برضو مسماني عينه على مباراتي رجاء برضو مسماني عينه على مباراتي رجاء طيب التشكيل المتوقع من وجهة نظري مسماني ربما يجد أو يعمل عملية روتيشن في بعض اللعيبة يعني شوفنا مطش الاتحاد ما كانش بادي بأفشا ما كانش بادي بعلي معلول ما كانش بادي بمحمد شريف المبارات المصري فيه لاعب أو اتنين من دول هيبدأ بيهم وهيتم راحة بعض اللعيبة الأخرى يعني ربما نجد محمد عبد المنعم بيبدأ اللقاء بشكل أساسي ربما نجد علي معلول هيبدأ اللقاء بشكل أساسي ربما نجد يعني السولية مع ديانج ومحمد شريف يبدأ أساسي أو حسام حسن يبدأ بشكل أساسي يعني مفاجآت مسماني هتكون حاضرة في هذا اللقاء لمعين الشعبية منها روتيشن وراحت بعض اللعيبة ما قبل اللقاء أي رجاء والاطمنان على باقي العناصر مهتاب أو مدينة شلبي عفوا مديحة شلبي أنا بعتذر من ورنة بشكرك أستاذة مديحة وكل سنة وأنت طيبة أستاذ عبد النصر فين طب منا أستاذ إبراهيم كويس الحمد لله وزي الفل أجازة النهاردة وأنا موجود مع حضرتكم والله أنت محترم ومشارف للنادي لليل حبيبي أستاذ عبد السلطر أنديل بشكرك أستاذ أحمد وجيه بحييك كل سنة وأنت طيب مش عايزين نخسر نقاط تاني والنبي أستاذ أحمد أبو شوشة إن شاء الله ما فيش خسارة نقاط والأهلي جاهز للمباراة بإذن الله فمباراة الأهلي والمصري مباراة تبقى صعبة شفنا فيه تلات عناصر شابة موجودين فيه استبعادات والاستبعاد ده أعتقد كويس جدا يعني ما بين إصابات ما بين إراحات طيب خلينا نتكلم كده على بعض الأمور موقف بدر بنون بدر بنون الأمور الحمد لله بتأثير إن شاء الله بإذن الله نحو الشفاء بدر بنون بيعمل بعض يعني برنامج طبي وأدوية علاجية شغال عليها من المفترض بيتم تقييم حالته بإذن الله ما بعد عيد الفطر المبارك تعمل لكم سلط طبي وأشعة جديدة وتتعرض على أطباء الأهلي هناك حالة من التفاول إنه بيتماثل للشفاء يبقى خلاص يبقى يدخل مرحلة تأهيلية أخيرة ويعود للدور العام أو يعود للمشاركة لا قدر الله الأمور لم تتحسن يبقى ساعتها إلا يحصل هيكمل برنامج علاجي تاني فبدر بنون طبعا الأهلي بيفتقدوا في هذه الفترة نتمنى له الشفاء بإذن الله أنا وضحت يا جميع الناس اللي ابتسأل على استبعاد حمدي فتحي أنا وضحت سبب استبعاد حمدي فتحي وقلنا بسبب ألام في الحوم وأعلنت عن قيمة النادي الأهلي لمبارات المصري نتمنى التوفيق ويعني زي ما أنا بقول الأهلي عنده أكتر من لاعب هيقدر يستخدمه في هذه المباراة في نفس الوقت يعني أكيد معين الشعباني برضو فرة المصري جهزة للنادي الأهلي تمام صلاح محسن بإذن الله يعود للتدريبات بعد مباراة المصري البورسعيدي علشان الناس تبع عارف في نفس الوقت الأهلي بينتظر برضو ما بعد مباراة المصري إن شاء الله محمد هاني يبدأ يدخل فيها التدريبات علشان يكون إن شاء الله جاهز لمباراة الرجاء نتمنى التوفيق ويبقى جاهز لمباراة الرجاء لأن محمد هاني عودته هتبقى فيها إضافة كويس بشكل كبير مسيماني هيبدأ بعلي معلول وأفشى في لقاء المصري زي ما أنا بقول لأنه يعلم قيمة وهمية هذا اللقاء وضرورة حصد كل النقاط في نفس الوقت برضو الناس اللي بتتكلم عن كريم فؤاد ودي حاجة محترمة جدا كريم فؤاد هو صلاح محسن رايح في يوتر لأ كلام غير صحيح تمام الناس بتتكلم على كريم فؤاد والظهور المميز اللي بيعمله وابتدأ للبعض بيشبهه كمان بإبراهيم حسن جدا جدا نتمنى التوفيل لكريم فؤاد لأنه من العيبة المميزة وأعتقد دي حاجة كويسة إن كريم فؤاد لما يبقى جاهز وأنا عجبني يعني مباراة عن مباراة بياخد ثقة وبياخد مكان أحسن خلينا نقول قيمة مباراة المصري عشان نديله حقه عصام طروط ياسر حامد عيثم العيوني إسلام جمال فريد شاوي حاجة جاويس كريم العلائي عمر موسى عمر مريح حسن علي أحمد حمودي أحمد شديد إسلام صلاح إلياس الجلاصي إسلام عطية أحمد مسعود أستن أموتو مصطفى سلطان محمد بلح وعيز يميكا ومحمد جرند وأحمد الشيخ وعموري وأحمد شوشة محمد عنطر أحمد علاء هيسم العيوني وأحسن رجب إسلام أبو سليمة محمد شحاطة مصطفى أيمن إسلام المزين زياد طرج وأسامة جزار وأحمد ياسر يعني كل معين الشعباني واخد قيمة الفريق بالكامل لأول مرة إسلام جمال مدافع الفريبة موجود منذ فترة كان مستبعد لأسباب فنية كمان يعني نتمنى التوفيق أحمد الشيخ خارج حسابات يعني معين الشعباني لأنه مصاب في الرجبة وابتدى يخش التدريبات والنهاردة ابتدى يعمل عملية جري خفيف كده فنتمنى له التوفيق بإذن الله طيب فيعني أعتقد الناس كلها بتتكلم على كريم فؤاد وإنه بيثبت أقدامه في القدم اليمنى في الناحية اليمنى ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده فدي حاجة كويسة يعني اتمنى التوفيق بإذن الله لكل اللعيبة والله مش كريم فؤاد بس كل اللعيبة إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق